مرينة أف أم ولي الفنانة فطومة العادة سمرة إن واحد يسمر ويشوف بس الحين عاد لك بظهرها هي تيك الحياوي منه؟ أوه لا والله مصحي لا حبيب لا لأنت وجودك خطر يأطيك العافية حياة الله فطومة حياة الله فنانة حياة الله مرحبا فيكم حبيبة وخفطينة ويا حلوك والهان عليك هان مزما ما شفتك ولهات فلك العافية يا أبو فهد ويأطيك العافية واخوي ماك مبلتع الله يسلمك شونك؟ مبلتع ومبدع يأطيك العافية الله يسلمك الله يعافيت قواكم الله والإخوان الموجودين ورا الكنترول يعطيكم العافية تدين شنو كانت حلقتنا أمس؟ شنو؟ أول أمس أول أمس؟ عن الزواج عن الهروس أي؟ عن الهروس شاقدتوا لنا شاقد ردحنا نهني تحت خلاص قضي أولا كلمة حق يعطيك العافية على على احترافيتك وعلى رقيك في التعامل من القلة اللي الواحد يعني يفتخر بالتعامل معاهم من ناحية المواعيد من ناحية التحضير والله المواعيد قبل لا تكمل المواعيد ولا تضيئ رحت الصوب الثالي منك ما يشفيه لا لا عموما احنا بوتنا يعني ها رفك صالح صالح هناك تباش عرص تخيلي وصل ظهر راح شو صلط الشيخ سوي حلو حلو مبتش وزيد لا وين مرينة وين مرينة زيد مثل ما قالت مفاهد قبل تم يوم كان عندنا حلقة عن العروس وعن الهبات وعن وعن مر عليك عرص الظحى عرص الظهر ورحت لا والله ساعات يعني وقت لشتل حين أيام الكشتات وشذي فيسوون طقع قبل غدا يعني وقت الكشتة يعني في شالهات أو بالبر في الفرقيون ويوهم تفخة مانا معدل كلنا جينا أنا يأتلكم أنا الحاجة ما أقعد فهذه الكشتات اللي تصير وحلو على أيام كنا قبل أيام اليمعة والخميس التي معنا لها تغديني ذاك اليوم ومسي بالخير عبدالعزيز مفتح كنا نسول في أيام بيتنا نقعد بس انتغدنا خلصنا غدا حطينا طير أنزلنا مشوية قيلة أو لا ططق بس انتصادفني حفلة زواج وشي لا كلا ليل نزيل قبل العروس كانت مرتبة بيوم الخميس حتى الملشأ الحفلات السمرات يعني الخميس كان يعني احتفالي طبعا لازال يوم الخميس واليوم عن شي يعني معروف حق الزواج بس الحين طبعا الوظه تغير لأنه صار ضغط على الصلاة على الفرق على الحجوزات خلاص يمكن قبل الحياة كانت عادية ما في ذاك الالتزامات وذاك الارتباب في أشياء يعني مثل الصالة تجهيزات المعدات الحق الورد الكوش ما كوش السوال حتى الموظفين قبل ماك بص ما 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 في بس فد الباب ودش ما في تروا علي من نسبة لك أحسن أن يكون أيام نسبوع لأنه حرام بتيت حفلة نعم يعني فتح تارين فالحين لا أكثر شيء وممكن ساعة يتكون أغلى فالحين صار طوية من الأسبوع فعالي أيام أحد سبت أثنين ما تفرق عند نس زين الحين مثل ما ينتلتش خبرة طويلة في هذا المجال المجال الأفراح تحديدا وما شاء الله كنتي وما زلتي مطلوبة عند الناس وعند العوائل لما تتغنين الحين ما تحسين أن الحين شوية صار في كلافة ممثل قبل قبل البساطة كانت أكثر وفارضة نفسها الحين صار في شوية التعقيد صحت بالتعامل الناس ما هي لولية شلون قادت كيفين مع هذا الموضوع والله هذا الموضوع أنا يعني ممسي عليه بالخير أخوي السعود الرندي هو اللي متأهد وماسك حفلاتي فقاط على كل الثقل لأن صراحة الناس لا في محترامي لجمهوري ولناس طبعا في ناس الصراحة تسألك أسئلة ما لها هداعي تكفيهم مثل شنو لا وائد أسئلة يعني مثلا يعني أوكي ساعات تفقن وياك مثلا لأ نبيش حق زفة تروح تفاجأ مو زفة يبونك عق عرص كامل ونفس وقت العبل يقول لا كم لو إينا إذا إنتوا ليش ما اتفقت من الأول أن تعبون يعني أعرفت الموضوع أعمل نفسك ميت يبونك زفة لا كم لك ثلاث لا يكون بالتفقين هي نحرج هوي حليوة 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 يحرجونك يعني في ناس ما احترامي يعني شوية يعني الكلام يكون شوية جامد فما أحب أن أتجادح ويا أحد فلما يكون عندي أنا مو بالوي يعني يعني ساعات يكون أخوي سعود هو المسؤول الأول والأخير وعندي صديقتي مراشد يعني ساعات فيتصالات لما تكون يعني ها أطيني السماعة بس خلاص ها كنتدخلين باللحظات الحاصلة إيه فما بي أحب في ناس ما شاء الله سلسة أهل وفط ومنا بنحز زفة عرس عرس إيه 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 عفيا نبيها الغاني هذي كذا 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 يأتون لسة كاملة مثلا لسة حق ثلاثة شهر تغنيها خلال أربع ساعات خمسة سؤال والله الكويتين مو صعبين لا والله بالتعامل لا والله بالأكس شوف يعني لو خلية خربت يعني ما فيه أول سالفة اقتناء يعني أنت مقتنع مثلا جايب الفنان وعارف شنو اللي أنت تبه منه وبعدا ترى الحفلة كلها أربع ساعات خمس ساعات ترى الفقرة أولا راح يكون فيه مثلا موسيقى حق المعازم على ماتي أوكي بتبتدي أقاني بتدخل العروس ينتهي العروس مع طلعة المعاريس مع السلامة يعني ما فيه زين شنو أول وصلة راح تكون شنو شوكناهم نبي بدش حامي عذا الحين على العالم والله كنا مجاهزين بس الشباب الله يهداهم والله الساعة قلت تغنية حلوة منو كبداية حلوة لا لا لابن قلني درب السنع مطلوبة أيها درب السنع والمثلين والعدالة لا درب السنع والموظفين طالعين من دوامات صراحة نحب طبعا أشكر كل الموظفين والمجتهدين واللي على رأس عملهم صراحة قواهم الله شباب الفرقة هدو شقلهم أنا أنا أقول لش كيف تشكر منو لا والله بالعكس والله وائد ناس يقولوا نحن بالدوامات يمكن ما راح نتابع بلنامي لا يتابعون يسمعون لا بس الغنية هذي يحتاج شون يصفطون يمين ولا يسار و لا لا يأخذون يمين وشوي شوي سرعة يأخذون راحتهم بالسواق إذا شفت أحد قاعد يزفن بالسطيديو ما تشغل كم لكم منو بس وياها أنا يمكن أهد المايك وياكم ترى يلا يلا يبا يلا يلا هذه اللحظات اللي قبل هوا رحبا مصر الدوانية مرينا فأم تسعين أربعة 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 موسيقى تصنع ولعدالة ما يضيع منه مشالة يا متل فيه بدلالة أب النظر والعيون ترب المرينة ولعدالة ما يضيع منه مشالة يا متل فيه بدلالة أب النظر والعيون اشتركوا في القناة 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 أولاً استثمارية والعزابية فيها من كل صوب يعني محاطيننا أفواً يعني إحنا دشنا مجال فني بس بتكلم إنتوا خليتوني إحنا شوارعنا الله يسلمك المنطقة أظن وزارة الأشقال ما دش عندهم نهائي شوارع متحفرة وتكسرت سيايرنا وإحنا من العام قاعدين نشتكي قبل لاتي هالمطرة قاعدين نتصر على الأشقال عشان يوني سووني الشارع يقول لك ما عندنا ميزانية كلها شارع يعني منطقة أنت مو ماخد خط سريع آي وإي عيصار فيكم بعد انطار الحين لو تدش خيطان خليون المسؤولين يدشون شوارع خيطان يفترون عدل في خيطان خلي شوفون كل حفرة أكبر من الثاني والناس قاعد ترقع بالحفرة وليتيون في سيايرهم مو سياير الوزارة بعد نعم لأن فعلاً إذا ما عندك جيب أو سيارة رفيعة يعني الإكسات مع السلامة يعني في سيارة مع السلامة فخلونا نقني رح ننزل قيل لا أزعل الحين أسوي لواء بالبراحة في خيطان أمال إداعي وإحنا متشاركين بالمنطقة أي أنا ترى من 79 في خيطان لا لا فعلاً خيطان كانت من من أفضل المناطق صراحة لأن يعني تعتبر من مناطق طبعاً الواجهة الآن مواجهة حق البلد لأن صوب المطار فللأسف إنهم لوها المنطقة جداً وصارت من أسوأ المناطق إحنا اللي قاعدين فيها منطاجين وراح يقولون نطلع موانا بنطلع بس خلسير المنطقة بس خلالوا عدلونها يعني فيها ناس يعني كل شي فيها كل شي فيها الحين من الحصم من الحصم على نبي أغنية يعني نعوض الحصم لا لا نبي أغنية أهداء حقها الخيطان أهداء خط حتى لو أهداء حق الحصم عن نغني سلام إله الخيطان زين سؤال بعد بعيد عن الجانب الفني نعم تابعين الرياضة؟ لا العاد يعني تابعين لو ما تابعين أنا برشلونية عاد وقد ساوية و أنا قاعدة عدل هندسة نساع وحاقي حالة ريال مدريد أنا وفهد مدريدي ها مدريدين أسنع أسنع تابعكم مدريدين منك وين برشلونية؟ البرشلونية وين؟ ماشي ما خررت الهندسة نطرين حبايب حبايب أنزين تابعين يعني مباريات واحدة بواحدة ولا؟ ماشي الله ماشي الله حتين منزل الأبلوكيش مباريات حالة شوف 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 الثقافة صراحة يعني عفوا يعني برامج التلفزيون شوية متعبة تعبنا من الأخبار اللي طيق الخلط تعبنا يا أموك فين الرياضة يا أرادينها لا لا ما عشي يعني الواحد وده يسمع أخبار حلوة وأسهل الله إن شاء الله يا ربي ييب الأمن والأمان حق الدول العربية والإسلامية كافة يعني الواحد قد يسمع أخبار تعبنا برجيروني برجيروني اي سمعتك أخبار حلوية يخلصوني بسرعة ا struggled شو واحد لماذا بقباط فيأتي بأروا بثان.. وين نحن؟ نحن نحن بنائب دعوني نحن 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 برنامج انا بنقني أسمها وانا وش جابينها الصابقيرك ليش يا امك أنت مدريدي ماشي اهريتش شونو الأغنية اللي تهدينها حق ميسي؟ ميسي، أمسي عليك بالخير يا ياخويا زين حتيتي عن تقولين أن السامري مطلوب نعم وقلت من البنات معنا هذا ذوق الحريم الكبار عادة شوفه بداية قبل الحفلات كانوا يبلشون بغاني الخماري بعدين السامري وبعدين تيغاني النقازية طبعا الحين الخماري مو مطلوب بايد اللي عند القلة اللي تفهم حق هذا الفن لأن الفن ثقيل ويبين لناس سمين فالسامري حتى اللي قاعد نقني السامري الخفيف الأقاني السامري مو مطلوب بس بالكويت ترب دول الخليج يعني احنا قاعد نشارك بزواجات ونسب بالأقاني التراثية اللي عندنا بالكويت نعم ومنها الأقاني الثقيلة أقاني السامري أنت شنو أحلى سامريا قريبة من قلبك مو شرط تتغنينها حتى نتسمين شوف كل السامريات القديمة قريبة على قلبي يعني كل سامرياتها حقها يعني ما في سامريا معي مو شرط غنى بالإستماع والله أنا أي سامريا تزني يعني ما في شي لأن أنا تلبيت على هذا الفن أحب السامري الغديم يعني ما السامري اللي لكن السامري ما الأول وهذه حتيا أنا بنسمع فضومة يلا أنا بنسمع قاني أنا بنسمع شقال انا ايدي تحكني بصفك ثانيا في شغلة الابطال اللي وراي انا بنتعرف عليهم الابطال اللي وراك نعرفك على طبعا الماسترو العنزي طبعا الكرال عندنا عبدالعزيز المفتاح حمد الخميس ولس مثل كويت محمد مرزوق عبدالله علي الملاح رئيس الفرقة مدير صاروا ثلاثة هنا مدريدية طبعا النزغة عمار الشميري انور الشميري اليوم مقتر انور ماش عنده يعني ياي مرينة يخلص فالطومة ياي المرينة يخلص بروح سيد المطيري أخي محمد المطيري هادول ترى ربع فرقة ما شاء الله احنا عشان المكان امشان فتحنا طبعا الهاتف ان شاء الله تبارك الرحمن ونشكر طبعا موزة إبراهيم وعبير المنصور مدريدية والنعم والله والنعم والله اليوم بالبرنامج انا عرفت على ربعي مدريدي مدريدي ميرو من أخونا من ييريفان ارمني وهو المخرج مالك المكسر بس شونا وياقاننا الخليجية يعجبك امسوي مكس على هب السعد تقال لي بسمعها يلا بنسمع بها شوي لما نخلص عشان نردحها تخيلي هب السعد وتكنو يعني تحسل وضع لا لا خف عصر اما حب أحد يلعب بالتراث اه دير بالك ميرو وين انت سميتش فطومة وين هي ماتنة فطومة مادر وين راحت فطومة العلي زيل شنا بنسمع لها هذي آخر اقنية سنجل نزلتها هدا حقنة سي؟ لا والله هدا حقنة بعد سنجل بسئلت شوال هداء حق الموجودين هل الكويت وش اسمها؟ وانا وش جابيني من كلمات هشام الشروقي والحام بدر الدوادي اشتقلت شغل كله بالبحرين كوات شالله كوات شعبي راح نسمعها لش نسألها بايت بايت السألون ايه دخنة ايه دخنة هوا الراس اطلنا اثنين بنادول يلا ماك القبر بساعة وانا وش جابني هالصابي قيري ما باري الشوك هالي يذبحني مصيري مرتبط جام بمصيرك وحبك عن حياتي مش غلني وانا وش جابني هالصابي غيرك مغير الشوك هالي يتبحني حني مصيري مرتبط جام بمصيرك وحبك على حياتي مش غلالي انا مريت جابت بالشفاقة تذكرت الهواء وعتب علامة وانا مريت جابت بالشفاقة تذكرت الهواء وعدم علاقة والله يتكبيني تاخذك الرفاقة وترحم حال تاعب انتي مني يا لا 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 موسيقى 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 نحن نستمتعين والحمد الله يقول صار حادثين لقد ستسريع وسبها لا 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 بعيد الشار إن شاء الله بعيد الشار حسب ما وصلنا إننا مدريدي وبيم كشامل المدعوم برشلوني فطومة لا يخالف أن تشعاد شوية الآن بالطق يلا طقم طاقت يقولون فطومة أجرها غالي ويرتفع من سنة لسنة استاهد لماذا؟ لأن أول شيء قبل كل شيء ما شاء الله ترى الفنانة لا تحتاج فقط أن تقني هي جاري الناس الموجودين أنا شايفها يعني بعيني وثاني شيء عنثر نسائي حق لها لا تحتاج داخل لأن الصالة عند الحري كيف؟ ما تعتبون؟ ما تعتبون؟ ما تعتبون؟ ما تعتبون؟ بس يأخذون الأخ الزميل العزيز الغالي هل هو المتحدث الرسمي باسم فطومة؟ ما؟ لأن كل ما هدا قالوا إنه نبي حريم لأن يجيشون الصالة مؤن لا تحتاج مؤن لا أقول لك شغلة في الحفلات قاعدت تصير يعني إحنا ما عشان أجر غالي ولا ما أجر إحنا عارفين يعني ناسنا وهلنا شنيابون تمام دارسين الموضوع نعم أنا لما أي فنان من بره يغني لنا الساعة ويمشي ولا ربع ساعة ويمشي وتعطونا ذاك الأجر إحنا أولا إن صح لأن إحنا دعنا نلعب طول الحفلة معاكم ويوني فاصلونا لا غالي ما غالي تفاجأي لهم بالعافية وهذا الواحد على قولتهم كل واحد صاحب حفلة وكيفه إيب اللي إيب المطرب أنت عندك ما الدكة فكيب اللي تيبه صحيح بس ما يعني واسونا نفس الناس اللي قاعد يبونهم يعني لا تحسسونا بقيمتنا أقل منهم نسوا هم فنانين إحنا فنانين صح أنت الحين تقلت هي يعرفون نون أعرف أغانيهم جان رحتي بره بالخليج نعم ما تضيعين من الأغاني تخسبقين هالأغاني ما تعروس فيكم شيابون ذول يشدون لا 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 بالعكس لا والله بالعكس يعني وايد قاعد صادفني حفلات ومناسباتي بمطربين من دول عربية محترامي حق الكل مشكلة إحنا الخليجيين مودنا يعني ثاني يحب أغاني معينة حك إنت هالأغانية مثلا نص ساعة يعني ربع ساعة هيقلك ملينا نبي نقازية نبي السامري نبي هذا ملينا من الأغاني هذي السريعة عرفت لهم أنا لماذا أخذت العروس عن الأبومات؟ لم أخذتني أنا أدري لم أخذتني من الأبومات أولا ما في شركات تنتاجها تنتج والشركات التي تنتج أكرا فنانين معين تنتج لهم والبا جنسوهم مع السلامة ولهت على السيديوهات ولهت على الملحنين والكتاب نقعد مع الشعر نختار قاني نفس زمان أول أول بدايتي أنا بالتسعينات قاعد أتكلم غير اللي بده وقبلي يعني ترى هذي أحسن فترة خلاص هذي أسميها أنا فترة أهبيع عقبة خلاص كل شي تلاشة يعني ما عاد ذاك الروح اللي كنا نقعد نحضر حق الأبوم كنا نقعد مع الشاعر مع الموزع نطلع ساعة ثلاث ونصف الأربعة إيه أتيب قنيتك جازة قطع على الموزع ينفذها دازلك إياها بالإيميل حق مصر وسجل وخلاص ييت أنت بس غنوا مع السلامة ما في ذاك الروح اللي أنت تقعد سناغل على حسابك؟ طبعاً أسأل أي فنان ما عندك ركتات؟ نفسي وإنت بإنتبه أهي بس أنا الناس بيسمعون مني لا 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 على حسابك قاعد يسألوا منهم ما حد قاعد ينتج وبعدها بوجه شكر حق وزارة الإعلام خاصة لذاعة حق وكيل المساعد للشؤون لذاعة الشيخ فهد المبارك اللي أتاح لنا الفرصة إحنا الشباب إن تكفلوا في أقاني إننا ننتجها على حساب الوزارة وقير البرامج اللي قاعد يسوونها الشبابية والأقاني التراثية أعادوها لنا مرة تانية وتلفزيو والخويت سوينا جلسات سهرات قنائية وإحنا نبي هذا الدعم إذا ما حد قاعد يدعمنا برة قال لنا الإذاعة مفتوح لكم وتلفزيو والناس تبشروا في الشيخ فهد المبارس أنت تابين وإحنا بعد نبي نبي غاني يلا 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 سامري يا شباب بخصوص الأخ حول تقدم طلب التحاط كمعد الحين قاعد حماسكة الصلاة آمن يلا عاشر يلا هين جاري التجهيز الأغنية شنو ليايا متى تشوف العين من تهوا متى تشوف العين قالي شافت العين لا ما شافت وهوت لا تزيد المواجع فطومة بسيرت السؤال طب ولا عقب الغنية أخف أحكر لا لا ما تحكر مع المشاعر لا لا خلنا متى تشوف العين وبعدين فطومة لها أعداء لا والله الحمد لله أحباب شوائد الله يكثرهم الله يكثرهم وإذا لي أعداء الله يسامحهم أنا أحب أن أحد يواجهني إذا زعلان مني أو أن شائل عني شيء ولو أن أنا عمري ما جرحت أحد ولا دمت في أحد هلويها السمح الله يسلم هل افتسامة أنا كنت حبيبة الآن حالياً عدو لا لا بحريالي كيفي منه ما يحب جنتين لا إن شاء الله المحبة تكمل الفن على قولتهم بالعسل وإحنا قاعدين نقدم أشياء أن تسعد الجمهور وتونسهم وعمر ما يجيب لازم هو يصير شوية فيه حزازات بالوسط وكذا بس مول درجة العداوة يعني الله يمعد عننا وعننا كل الفنان لاحترامه ولا تقديره ولهم معزة خاصة وكلنا أخوان وخوات أنا عمري ما شلت على أحد ولا دميت بالعكس أستانس حقيري لما أشوف أن مش كنا ما بي ما أقدر أشهد أنا حين أنا محايد شهادتك مجروح يلا يبقى فطومة في دوانية مرينة أفن على تسعين فاصل أربع عدل 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 حيو الزميلة حيو الزميلة رح تترك إن شاء الله قريباً الغناء وتتجه للإذاعة وراح نسوي برنامج حاضريني طيبي خطينا مع فطومة فطومة تسويينها؟ مساكم الله بالخير تسويينها؟ يلا والله ألا هو أقول لك أوكي تم 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 اعمل تسويينها؟ املا حالة تسويينها؟ لماذا تسويينها؟ ою تسويينها؟ ماذا تسويينها؟ تسويينها؟ متى تشوفه العين من توا متى تشوفه العين خاليها الله متى تقيمة واستمع عن توا واخذ من اللحظات غاليها متى تقيمة واستمع عن توا واخذ من اللحظات غاليها متى تشوفه العين من توا متى تشوفه العين خاليها موسيقى 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 متى تشوفه عين طانيها موسيقى يا عين يا عين هل والسباب فارقاه فارقاه نارا بكثالها ويا عين هل والسباب فارقاه فارقاه نارا بكثالها متى تشوفه عين من دوا متى تشوفه عين حالها موسيقى 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 العين غاليها ومتات جوق العين غاليها لا يمكن أن يكون هدوا انا سنفح لا وتناسين لا تناسين وناستكون فيها دقيقة قبل أن ننفح أول ماسك لا تمنع أن يكون في السيابة أول ما زلت السبار أول ماسك لا يقول أن ألون الأخضر الأبريق أن يكون هناك كثير شنو كنت أفكر يعني الحماس ما أخذني يعني قبل السيارة صيل سريعة لاش الشاحنة تسرع منه شان أقوم أروح أحط زيت الشاحنات بالسيارة هاي ما منشار عليه تشري سيارة قامت عري وانا رد الفريج ولا لدخنه وراي ولا الوالد الله ينحمه شار سوا يا بالسيارة قلت لها حطة زيت ما الشاحنات ساقسك أياهم ها لا أبرمشرف أول ما تعلمك سيارة هناك سبار وخضر بعيد لا أبرمشرف لا أبرمشرف عشان نسوي تست قبل نتفق طلعين أنتي بريك ونرجع قبل بريك شرطا لكم بريك في فترة دينية فاصل وانه ما صل الله 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 رح نطلح فاصل الحين وإن شاء الله ترقبون بعد قليل إن شاء الله فترة دينية رح نرد معاكم أقبل فترة دينية إن شاء الله بسوالف وأخاني إن شاء الله تستمتعون فيها مع أخونا مايك مبلتا ومع أبو فهد خالد بن حسين يا سلام يا سلام بريك 2018 قبل أن تودعنا السنة الفنانة فاطومة معانا بويكند الدوانية يا جماعة ما تصدقون السيديو قبل عشر دقائق كان فيه ثلاثين ألف نسمة نعم نسمتين أولا أقرالت مسجات اللي توصلني من الناس هذه خالطي صفاء الحصان أم محمد الحصان تسلم عليك والنعم الله يسلم تقول سلم عليها وقل لها بدعت بحفلة العيد الوطني بالقاهرة كنت موجودة ما شاء الله ونتمنى وجودها العيد الوطني القادم إن شاء الله أنت كل سنة تحيين حفلات فبراير في سفار كويتين كنت في الصين نعم السنة وين بتكون هل فيه تعاون وبخصوص هذه الحفلة العيد الوطني والله أنا مخيرة بين ثلاث دول بس ما راح أقول لين إن شاء الله يتم يعني الاتفاق الاتفاق بإذن الله الدول سنة أوروبية أفريقية أسيوية والله أوربا جاز رب أوجه تحية حق سعدة سفيرنا محمد صالح لذويخ وحرم السعاد لرميخ صراحة اللي عرفونا على معالم الصين كانوا سعدة سفير كان متواجد في الصين وكانت أول روحة لي كنت متخفى من هذه الروحة ويمكن تكلمت به الموضوع سابقا إن شاركنا بإحتفالية مرور أربعين سنة إلاقات بين الصين والكويت وين كنت في الصين؟ بكين؟ بكين شون هاي؟ ما رحتها؟ لا والله حلوة شيء مرتب راقي الشعب فرندلي؟ فرندلي الديرة نظيفة الديرة نظيفة وما قصرة ويزاهم الله خير فعلاً لما تقول خير سفير للدولة فعلاً أنا هذا الريال شهادتي فيه مجروحة أخو وأبو وصديق وكل شيء يعني كان لنا الإيد اليمنى نعم يعني مصالح يزاه الله خير فكنت أنا متخوفة من هذه الرحلة بس لما رحت لا والله ما حسسوني أني قاعدة بقربة ولو أن الثقافات شوف بعيدة بين الصين والكويت كنت متخوفة شون راح يتفهمون حق قانيننا أطلعوا هما أفهم منه حافظين قانيننا الخليجية ما شاء الله نعم وحافظين الموشحات الأندلسية على فكرة ناس مثقفة جداً عندهم لأن أولاً قنيت في دار الأوبرا عندهم بالبهو ما شاء الله دار الأوبرا خمسة دوار عندهم قنيت في دار الأوبرا الكويتية لا وقنيت في دار الأوبرا في مصر قنيت في الأوبرا في مصر وأوبرا الصين الكويت لا والكويت لا بعد خمسة سنين إن شاء الله المهم أن الله يسلمك قدمنا اللون التراثي كنت أنا وفرقة التلفزيون وكان معانا الدكتور أحمد حمدان تخت شرقي الفرقة كلنا كنا متعاونين مع بعض وقدمنا فنون الكويتية الأصيلة جدا استمتعنا في هذا الرحلة وقدمنا في الجامعة اللقات الأجنبية وهما أهملنا طلبة الصين قدمها وفنون لنا احنا والله العظيم استغربنا لأن قنة قنة وقنية حق الله يعطي طولة العمر الفنان القدير عبدالفريم عبدالقاد مسي عليه بالخير والله نسيتها جميلة كانت الأقنية وقنة وقنية حق قنة وموشحات اندلسية وكانوا يعزفون ألوان الشرقية بإتقان تتكلمون العربية من هذه التجربة ويعني مدحتين الصين وشوكتين لنحنا نروح نشوفها لا لازم تروحون معنا راحوا والشباب كلهم راحوا صور الصين أنا ما رحت لأن قالوا لي برد فوق وشذي فأخفت لأنا كان عندي حفلات فقلت ما بي أنتكس بس إن شاء الله لي زيارة بسم الله عليك ما بسم الله للا العفية يهد شغلة موقف غريب بإرسد الشيتي أمباي وين صوتي وار راح أو يعني وار أمباي بساح ما فيني شي لي بخد شفئ وصوتي شدي ما صار قبل فترة كان عندنا حفلة وهذا الحفلة صراحة يعني هو شوف ممو على أهل الحفلة على المرتبين حفل يعني المهم مفروض أني كنت أنا أقدم فغريتي قدم فغريتي خلصت أوكي أتزفت العروس أني نزفين العروس داخل علم موسيقى مسؤولها كلاسيكيا مفروض أني والعروس طلعت أساساً قاعد أقولهم العروس طلعت ما لا داعي أقني لا إلا تقني وأنا قاعد أقني عليك سعيد وشي داشت الصالة توني بصعد للسجل أسمع ماك صوت واني عليك سعيد والشباب قاعد يغنون صوت الحندسة وقف إيه الحندسة تقول خلص خلص شنو اللي خلص يعني العفلة صار لي موقف أول مرة يمر علينا يعني بس واحد يتعلم السوالف حالطاري السوالف والحفلات عشونا حفلة يعني ملمومة عرف مكبيرة والله لو كبيرة تصارت سوالف هنا عرف خلص من الحفلات الملمومة بنروح حق حفلة تلم كل سنة فنانين نعم حفلات فبراير أنا ما شوفك متواجدة شنو السبب الله يقلبها في كم تروح بيين 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 لا لأنه يا بوفيد نسألك هذا مرة وندعينا إحنا يمكن لما صارت الأزمة اللي يعودها في مصر لما اعتدروا الفنانين دعواني طبعا أنا وسليمان القصار وجه له تحية واخو باسم الردهان ليلة شعبية كانت ليلة شعبية سووها وإحنا قابل الله صلى الله يبتدي في فبراير قلنا لهم أوكي يعني معنا عندنا ألبومات وليا قاني أقدر أقني مع فرقة موسيقية بس هم حاطين ببالهم خلاص فطومة شعبي شعبي عندهم أوكي إذا سووا ليلة مطرب ومطرب يعني شعبي ما يبون خلاص أهم عندهم وجهة نظر ما أدري ما أدري يعني هي يا أنها محتكرة من شركة معينة للحفلات أو معنا في دول الخليج قاعدين نحضر ما شاء الله في حفلات قائمة ما شاء الله قاعد يبون فنانين كبار مع فنانين صغار والحياة سعيدة وعلوة يعني بس أنا ما أدري يعني زين لو أسألت بذوقت سؤال نحيس شوية إيه وأنا نحس منك بين المفاضلة بين صوتين نعم منو أقرب لتش صوت أحلام ولا نوال أفضل أني ما أجيب أول مرة شوفها العادة كلها صريحة لا لا غالة صريحة بس أفضل لأن الكلمة اللي تقطها تحسب عليها حتى ترعلني لا لا تحسب عليها يعني لو أنا على نيتها أب أقول لك والله فلان ولا فلان تحسب عليها فأفضل لهم ثنتيناتهم شون التحسبين تدرين يعني لا 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 تكلم عن فنان أنا بالنسبة لي مثلا يقولوا لي مثلا أنت تكلم عادي بس أنا كفنانة أنا وجهة نظري يا أن أقولها حق أحلام أو أقولها حق نوال شخصيا بينه وبينه ما يتقبلون كصوت نساء أنت تقولي نعم فما يصير أنا دائما أقول فنان ما يقيم فنان قاعد أقول والله فلان صار خلاص هذا لها جمهورها وناس ومحترامي حق نوال لها جمهورها وكلهم فنان ينكباروا على عين وعلى رأس بس يتيني أنا أنا أقيمهم لا والله تعفيني من هذا السؤال يا أنتر حاضر حاضر يا عبلة فطمين تقبل شونات عن الستيج هنا مش رحية أطفال آه مزين نعم لا يعني وكانت تربة حلوة والله من أحلى من أحلى التجارة أيش ليش وخرت والله شوي خلاف بسيط وما كملت كنت في مسرحية بلاي ستيشن مع فناننا الغدير عبد الرحمن عبد العقل عبد العقل عبد الحكم عبد الحكم إي لا طاعت طاعت ساعد بالرضاء إي حزد غده حزد غده قل ول Türk يا ع którym تدري هاد بدلية الموسم بدلية الموسم عبد الحكم عبد الحكم وجела تحية أيه يه حاليا يا يركض ببو خالب بو خالب وجيلك تحية سوريا أبو خالب زي مسرحي مسرحي تنفي يه ايه متعة يعني كان دور استعراضي وقنائي ما كنت تقولين وين فيه كاهو لا لا فيه دور يعني خفيف بس اكتر شي كان فيه قناء من يعجبت من الموثلين يعني ما في حساسية هذو بعد واحد يعجب من الموثلين مرامع عام يعني كويت يبا مو كويتي مو كويتي من خليج حتى لا لا يعني من الكويت معروفين الله يرحمه عبد الحسن عبد الرضا مرحوم خالد نفيسي يبا حكوه لك الله يطول عمراء سعد الفري الله يطول عمراء سعد الفري غانم الصالح يعني فنانين القدامة اللي أثروا الدراما الكويتية ومن وجوه النسائية وجوه النسائية بعد ما يعلي عليهم حياة الفهد سعد عبد الله الله يرحمه مريم القطبان الفنان الغديرة مريم الصالح يعني هذول الممثلين وعدرا وعدرا يعني اللي ما ذكرت ساميهم يعني وفي فنانات شابات الحين طالعين طبعا لهم شوية بصمة بس الدراما الكويتية القديمة إيه اللي تشدني يعني من درب الزلق وتنازل ما تحبين دراما؟ شنو المشهد اللي تحبين في درب الزلق؟ المشهد اللي دايما ببالك درب الزلق المشهد اللي أقول الله chegou المهنين أودا بلمساشة مال نهاج أرو والأمية الله يرحمها المرحوم من البصرة برّة برّة يوم يرفض سلة يردما تخرية نظام الباب طردها هاي من واقف وملأت السبال ما سبال الله يرحم يعني إحنا تكلمنا عفوا نتكلم عن تجربتك بالغناء باللون المصري شون لقيتها أنت تغنين بلهجة مختلفة والله غنيت هي مجازفة على قولتهم بس قلت لك ما كان في ذاك الاهتمام يعني أنا هم لقاني كانت جداً حلوة وعرفت ما يعني ساعات واحد لما يأتك دافع تطلع اللي عندك فأنا لما أكون ما في دافع تعرفت تعس أنك شوي مكسور أنا واحد من الناس عرف لو تغنين عرف أن صوت يعني هذي فالطومة إذا مصري خاسم مصري يا حلوش إذا ما تعمل شي كده إي لا ولا 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 إني مبيّن في الطومة يعني وأدوني سامري إي أه وأدوني وأدوني لا تكثرون علي الأقاني خيب أشوف ترى الفن ما لا حدود يعني سواء يخل حلو الواحد يجرب كان نقع نسمع نسمع للأقاني اللبنانية نسمع للأقاني المصرية نسمع للأقاني العراقية نسمع جميع الأقاني المقربية الموت كلها متشارك الواقفين بحارة لامان بحارة لامان؟ حطوا الحزامي يا سلام وقبلها في الشعلات أو مثل ما سمونها الشلات هذي كتسحة السوق مؤخرا انت تغنينها أحيانا ولا؟ لا والله ما مو صوب لا والله انطرب لها وانطرب حق اللي نزونهم بالسوشال ميديا ينزون عليهم لو يحصل لي سجلس منو؟ والله لو يحصل لي مو مو دي مو مو دي مو دي شوف في الشلات يعني لما يشيلونهم نقدر احنا ناخذهم ونقنيهم مثلا بالحفلات وفي الشلات لا يعني ماذري ما تيوز لكم مو مو دي يعني اقعدان مثلا بالبرو خلني ساكت يعني مو جوج ولا ولا الفن اللي تلقين نفسك فيه لا ومو مو نزين تمام تمام انزين اذا في بعض العروس يقولون نبي فاطومة ونبي القصار والاباسم اه عشان زفت بس عشان زفت العروس نعم ترين يعني انت تروحين هناك وهم يبون شيك ميتين اطير يعني كل واحد في المقطع وهذا عادي ما عندك أي لا صادفنا كثير من الحفلات مناسبات الصادفت أنا وفنان القدير نوجه لتحيي سلماء القصار وباسم الردهان وأنت صادف بحفلات ماكو يا أنا يعني حتى لو أكون أنا مثلا معزومة وهما داشين أقوم أقني وياهم يعني عادي طيرانكم ويشاركم فرقش لأن الحفلات إحنا قبل الحفلات لما تصير مثلا ببيت أو يمع انت يمع ما في والله فلان ينطل فرقتها ولا لا الفرقة موجودة كمان يغني موالحي إلا والله فلان يبيطق لا تعطوني سعر أني أنا بطقويا فلان ولا مو صحيح يعني ترى طرب طرب حلوة هالمرونة لا والله يعني لأنه أنت يعني خلاص قاعد بجلسة فنية كل من بقدم كل من بيقدم مو أنا والله لا هذا الفنان بغني أنا ما أشتغر وياه أنتم متصالحين مع نفسكم مو عندهم هالحساسيات لم نعني أنا حتى أقول لنا هنا في المارينة تعالوا شاسمها؟ هم طنبورينا طنبورينا يا فاطومة طنبورة يلا يلا حالياً مبدأ فغرة الطنبورة ماء فاطومة يلا يا أحب هالله حظات هاللي قبل الله هاي ليس لحظة يبي ساسرني لحظة يلا عاشو موسيقى 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 يا لالا حبيبي على مننا هو ياهو علينا تكفر يا لالا حبيبي على مننا هو ياهو علينا تكفر وعلي لا تكفر في بحني في قموضة في صمتة درحني وحساسة وشعورة بايم يخس عني في بحني في قموضة في صمتة درحني وحساسة وشعورة بايم وعبونا متولعب غرامة أو بحفة وهيامة متولعب غرامة أو بحفة وهيامة والله حد له مغطيقنا وهو 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 يا لالا حبيبي على مننا هو ياهو علينا تكفر يا لالا حبيبي على مننا هو ياهو علينا تكفر اشتركوا في القناة موسيقى 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 آه، الله غرب البليسج الفنانة فاطومة معانا بويكند الدوانية فاطومة وصلنا لآخر فقرة خلنا لساعة ست إن شاء الله، مون لساعة ست وانا قاعدة صال فرقيني حمرك لأ وآخر شي خمسة واحد مزين نوريج ماشي زين، أنا دايماً كل ضيفينا فاطومة اللعبة اسمها الصملة آخر الوقت هذي مالها شغل بالمعلومات العامة لس تعتمد على رد الفعل السريع تستحضرين معلومات بسيطة وتجاوبين خلال عشر ثواني راح يكون المنافس الليش في هذي الفقرة في الصملة ريال مدريد خالب بن حسين برشلانة فاطومة وريال مدريد خالب بن حسين الله يستم حط السماعة خلا حط السماعة خلسنا عشان نبتدي فقرة الصملة السباب الفرقة العقب كل سؤال نبي من كمرة تشجيع نبي تشجيع المدريدية المدريدية ويا خالد والبرشلية ويا فاطومة ودعية مزيكة الصملة أصلا الله ضيفتنا مدوانية انتي جاهزة؟ جاهزة جاهزة لازم تجاوبين خلال عشر ثواني راح تسمعين العد بدونك خمس أشياء تاخذينهم معات كل سفرة غير الملابس بسرعة لابتوب الايباد كريمات كاميرات وياي أربعة أربعة ما جاوب سي سي اللح 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 لازم نزيك نزيك عرب تتمنين تغني معهم ورد الجزائ根 فايزة احمد فيروز لا 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 ما تعرف اواصل ما جاوبت خالد سؤالك يقول خمس شغلات تاخذهم معاك إذا رحت المخيم دفاية كستنة كستنة شكواية طارة تدى طبعا ما يبطارة رايح البرا يبطار معالي ما جاوبت سهلين ما أدري راب وتد وتد حق الخيمة عمود لماذا خليت الظب مساعمة خمس شخصيات كرتونية تحبينهم بابايا فلونة نحو البطار الملاعب شافين الجرقة بابايا بابايا خمسة صيبة واحد صبر صيبة 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 شوية شوية خالد بن حسين خمس شغلات موجودة في أي مكتب قلم دفتر محاية مصطرة دباسة دباسة يا سلام شوية 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 آخر سؤال حق فاطومة هذا السؤال إذا جاوبت راح تصير أثنين واحد ويبقى لك سؤال واحد للتعويض للتعادل فاطومة خمس شغلات تسوينها أول ما تقعدين من النوم قص الوي زين ترى فرشة ثلاني أتريق ثلاثة فنشط شعري أربعة أفركدوني زين يا يوم ما فركدوني شتافني يتمر إذا مصب الليل تمام ثلاثة خالد عطني حاسمة 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 خمس شغلات ثلاثة يبقى أربع أربع شغلات لا ما يصير خمسة خمس شغلات إذا قلتوا هذا ويه خمس شغلات تنحس بغلط في مباراة كورت قدم تسلل واحد آوت اتنين فاول ثلاثة منو ضرب الجزاء تب أقول ان всегда بعده أتنين واحد و أحمق جا طبعا congratulate جا من كرم الضيافة خالد بن حسين كان يقدر يفوز لن أزل لا ما تطرع لبالنا هogene مش انتي تشوفنا بسرعة الملترجم أسئلة توهق فاطمة نحن خلصنا بس نبي يابون غنية إن شاء الله الختام أول شي يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعاً مواكم الله من أحلى اللقاءات صراحة حتى الشباب والله مش الله تعذروني يعني ممكن كلمة صغيرة يعني لو سمحتوا اليوم عيد بلات بنت أخوي أعياد بلال فرحانة قولها كل عام وهي بخير أعياد اسمها وكل عام أنت بخير يا أعياد عساها سنة سعيدة وحق أملاك البلوشي هما مفترق نفس اليوم مولودين كل عام وهم خير وعسا أيامهم إن شاء الله سعيدة وخلي سمعون ويانا هب السعادة هذا هداء حق كل اللي بيعرسون اليوم واللي عيد ميلادهم إن شاء الله تمنى لهم إن شاء الله زواج وحياة سعيدة وعرسكم ما يسر حلو إذا ما يبتوا فاطمة بالضبط فاطمة يعطيك العافية الله يعافية سامحونا طبعا على العفوية اللي صارت لا أنا بالعكس الناس والله حابينتكم لأن أنا قولتهم شي نادر أن يطلح الحزة ترى ها يعني القمر يطلع الصف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أنا بين أثنين فنانين وأنا رئيس رابطة صاهر يا سلام لا والله استمتعنا والله استمتعنا والله استمتعنا وحتى الشباب مشاء الله بس الريال مدري طبعا هما يزام الله خير قواهم الله قواهم الله الكل والجميع بالعكس هذا اللقاء كان جدا مرح وعفوي وما في ذاك الالتزام وحلو الواحد أن يأخذوا وأعطوه وأعطوه وأعطوك ويعطيكم العافية الّفردة ما قصرته قواكم الله أنتم اللي يعطيكم العافية جميعا فردا فردا شخصا شخصا نفر نفر نفرات نفرات واحد واحد وانه حتى أشكر الالات على تعاونتها مع العازبين صراحة قواكم الله جميعا فطومة قبل الختام أنت اللي مشكورة وايد يعطيك العافية فأعريز وانه أمدح أنا استمتعف ماني مو قعد أجاملك الله يسلمك صد مشكورة شكرا الله يحفظ عفوه وحلو الواحد ظهر بداعي أنا في ناس عندهم أنا أخوي بس بالليل نازم ياك لوجوة الغداء والمقربية سناك بعدني بسفست عليهم نصيبة في عرز قريب هالويكند بكرا إن شاء الله ما شاء الله يلا مفرقين ومبروكين الله يسلمك الله يسلمك